جيش عربي يتعاطف وينضم لشعبه بعد موجة مظاهرات عنيفة شاهد الأخطر من توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف بعد قليل على قناة توقعات الأيام أهلا مع حضراتكم معينا في حلقة جديدة من حلقات توقعات سيدة الإلهام ليلة عبداللطيف ومجموعة من أهم وأخطر توقعاتها لعام 2023 بفكرة كثيرا نتعمل لايك للفيديو عشان يوصل لكل متابعي التوقعات ولو أنت جديد معنا يريد دلوقتي تشاركنا بالاشتراك في القناة وما تتساش تفعل الجرس علشان توصلك كل فيديوهاتنا أول بأول تتعرض بعض دول العالم لفيضانات تهددها خلال المراحل القادمة حيث تطال تلك الفيضانات مساحات شاسعة وكبيرة من مساحات تلك الدول ومنها العربية والأجنبية العالم سيكون على موعد معكتشاف طبي مذهل وعلاج فاعل لمرض السرطان سيأتي من خلال شجرة أو نبات غير معروف بعيدا عن الكيمياء والجراحة ستصبح السعودية في عهد ولي العهد محمد بن سلمان محط الأنظار والإنفتاح والأمير محمد بن سلمان سيكون صاحب شخصية قيادية وقائد عظيم يحمل هموم الأمة وسيقوم بنقل السعودية في زمن وجيز لتحقيق هذه الإنجازات كما سيصبح الوضع الاقتصادي في أوروبا على المحق خاصة خلال المراحل القادمة ولا أرى أي نهاية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية مما يعجل من وصول الحرب إلى أوروبا جماهير الثورة السلمية هي التي سترسم المستقبل وتبني لبنان الجديد والحراك الشعبي يحقق من إنجازات ما لم تحققه الحروب والنزاعات وتحقق مزيد من الانتصارات والأهداف الوطنية كما متتوقع حزن حداد على شخصية بارزة وإنه حيفقد لبنان عمالقة من رجال السياسة والدولة وسيكون حداد متكرر للأسف على مدار السنة العقوبات المالية تطول بعض المصارف اللبنانية من جديد مما يؤدي لانهيار قسم منها وإفلاس قسم آخر أرى التطورات والأحداث العربية القادمة أرى التطورات والأحداث العربية القادمة سوف تشكل خطر كبير على العلاقات من عدة دول عربية مما سيخلق أجواء من التوتر والتصعيد والقلق وأيضا سنرى الرئيس المصري يزور سوريا بشكل مفاجئ ويلتقي أيضا بالرئيس الأسد وسوف تشكل هذه الزيارة نقطة تحول كبيرة في العلاقات العربية والخليجية على وجه التحديد ولا أستبعد حصول قمة عربية طريقة بيجمع فيها الرئيس السيسي سوريا مع الإخوة العرب للاتفاق على مرحلة عربية تنهي كل أسباب الخلافات السابقة والاتفاق على ما يخدم مصالح الوطن العربي في هذه المرحلة الصعبة والحساسة كما تتوقع عودة العلاقات العربية والخليجية خاصة مع سوريا ولبنان بعيدا عن كل الخلافات التي تشهدها اليوم كما سيشهد العالم خلال المراحلة القادمة حالة من الغليان والقلق وذلك بسبب كارثة طبيعية تضرب بعض دول إفريقيا والهند والصين لا أستبعد أن تسبب هذه الكارثة حالات كبيرة من الهلع والتهجير بين شعوب هذه الدول مما يضع العالم في حالة تأهب قصوى لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من تداعيات هذه الكارثة وعدم وصولها لدول أخرى وستكون بعض دول إفريقية هي المتضرر الأكبر من جراء هذه الكارثة مما سوف يثير الذعر والفوضى والقلق بين الألاف في دول إفريقيا الأنظار والأعلام على مدينة الإسكندرية بمصر ولا حتكون حديث الأعلام ومحط الأنظار تعرض القواعد العراقية في إيران لحوادث مؤسفة وتغييرات في الحكومة السورية وكثير من الوزراء سوف يتم إقالتهم أزمة مياه غير مسبوقة تشهدها لبنان وبعض الدول العربية وصرخات عريمة في الشارع ترافق هذه الأزمة والأعلام يواكب الحدث دماء وقتلة وجرحة في أحد الأماكن المقدسة وفي عدة دول قبل نهاية العام تحت رعاية السعودية سنشهد استقرار أمني في العراق واليمن وليبيا استعدادا للدخول في مرحلة السلام قرار تنكيس للعالم اللبناني مع إعلان الحداد لحدث ما وسنشهد تقارب مصري إيراني وتقارب مصري قطري سنشهد حالة من الحزن والحداد يخيم على مصر بسبب غياب أحد الوجوه المصرية الشهيرة تأمين سنشهد أزمة القمح والطحين اللي بيعاني منها العالم اليوم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وستجعل من زراعة القمح العنوان الغذائي والتجاري للمرحلة القادمة وأرى أن زراعة القمح سوف تزدهر وتغزو حقول وأراضي عدد دول عربية وغير عربية سنشهد تهديدات جديدة تحمل معها الخوف والخطر على بعض المصارف اللبنانية واللي أراها بتتعرض من جديد لاعتداءات وحرق وتخريب من جديد الإغلاق العام والإقفال يطول المناطق اللبنانية مرة جديدة وسنرى مزيد من الإجراءات المشددة خلال هذا الإقفال مقتل شخصية أمريكية سياسية بارزة خلال الفترة القادمة خلال الفترة القادمة مما يسبب بلبلة للرأي العام حضور فرنسي باعل قوي وسنراه على الأراضي اللبنانية خلال الأشهر القادمة اسم الوزيرة السابقة ريال حسن بيظهر من جديد على الشاشات وحيكون حديث الناس لحدث إيجابي عملية اعتداء مؤسفة بتطال القضاء البارزين في لبنان مدارية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني تصدر تحذير عام للبنانيين بسبب أحداث همة الجيش اللبناني يتلقى مساعدات من مصر وأرى وفد عسكري مصري يزور قائد الجيش جوزيف عون في وزارة الدفاع وأرى مصر ستكون حاضرة بقوة على الساحة اللبنانية داخل المراحل القادمة نرى دخان أسود في سماء تل أبيب والعضو الإسرائيلي يتأهب ويكون في حالة هلع وارتباك وللأسف الشديد سنشهد عملية اغتيال تطول بعض الشخصيات العربية والخليجية وذلك خلال المراحل القادمة الأنظر والإعلام على الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجات وللأسف أرى الحزن والحداد يليف الساحة الإيرانية مرة جديدة خلال المرحلة القادمة الرئيس الفرنسي ماكرون في لبنان من جديد الرئيس الأمريكي بايدن بينجح في إعادة العلاقات الطبيعية مع ألمانيا ويطويق صفحة الجمود التي سببتها سياسات الرئيس ترامب سنرى من الكويت يعلن عن قرار وطني لإنعيش الديمقراطية لكي تصبح الكويت بلد ديمقراطي بكل الوسائل والمعايير سنرى الحكومة الكويتية الجديدة تتخذ الإجراءات اللازمة للعمل مع الشيخ نواف الأحمد وأعلان حملة محزبة لكل أنواع وأشكال الفساد بدون أي استثناء وتحت سقف الدولة والقانون وبناء دولة خالية من الفساد ومستقبل كويتي واعد لما كان فيه للفساد ولا للمفسدين من أخطر توقعات ليلة عبداللطيف النهاردة تتوقع مظاهرات حاشدة واحتجاجات مليونية وغضب عارم بعم الشوارع والمناطق اللبنانية خصوصا ما بين صيدة وترابلس وبتحمل هذه المظاهرات مشاهد مؤثرة للعسكر اللبناني وهو يتعاطف مع هذه الحشود وسنرى أيضا العسكر بين صفوف الشعب تابعنا الأعزاء بكده نكون وصلنا معاكم لنات حلقتنا النهاردة من أهم وأخطر توقعات سيدة الإلهام ليلى عبداللطيف ومجموعة من التوقعات العربية والعالمية بشكركم جدا على حسن متابعتكم ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك في القناة هنستنى تعليقاتكم وقراءكم ودومتم في حفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة